يبدو ان الميليشيا الحوثية تعتبر ميناء الحديدة غنيمتها الابرز حيث تكثف جهدها لاستمرار السيطرة وتسب انظارها نحوه منذ وقت ليس بقليل كما يقول مراقبون ولا يعد غريبا مواصلة الجماعة لانتهاكاتها وممارساتها التعنتية بقصفها للموانئ البحرية ومصادرة وارداتها الى خزائن الجماعة دون رقيب او حسيب ممارسات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الميليشيا صمتا امميا دوليا ومحلي سلاحه الابرز التنديد والتغريد تطالب الميليشيا بدفع رواتب الموظفين المتسببة بانقطاعها منذ بداية الصراع في البلاد وهو مطلب مشروع واستحقاق مكتسب للموظفين غير ان الميليشيا المدعومة من ايران تواصل نهب اغلب واردات ميناء الحديدة الى خزائن قياداتها التقرير السنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن اكد استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات والتي تطالب في نفس الوقت بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة التقرير اشار الى ان الواردات النفطية من ميناء الحديدة ازدادت في اعقاب الهدنة وفي خلال الفترة ما بين ابريل حتى نوفمبر من عام 2022 حيث وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل اكثر من مليون وثمانمائة الف طن من المشتقات النفطية مقارنة بخمسمائة وخمسة وثمانين طن من المشتقات النفطية تم استيرادها على متن ثلاثين سفينة ما بين يناير وديسمبر من عام 2021 الامر الذي تسبب بارتفاع حجم الواردات النفطية نتجا عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت اكثر من 250 مليار ريال يمني والتي لم تستخدم في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين بل في خرق بنود اتفاقية ستوك هولم حسب محللين الجماعة الميليشاوية تصرح وتمرح وتتلاعب بالاتفاقات والشروط متجاهلة اية معاهدات لا تخدم صالحها الشخصية الامر الذي يرى من خلاله سياسيون ان ضعف الدور الاممي والدولي والمحلي في اغلب المواقف التي تتعاط فيها مع الميليشيا يعطي الميليشيا الضوء الاخضر لمواصلتها استهداف الموانئ والمنشآت والسيطرة عليها مستغلة بذلك دورا دوليا متراخ يستنكر حينا ويندد حينا اخر